بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخار في هذا الفيديو قد ندير معكم الحصة الثالثة من الوحدة الرابعة تولد الحيوانات الحصة بعنوان أعضاء تناسلية لحيوان ولود ضمن كراسة المتعلم والمتعلمة منها النشاط العلمي للمستوى الخامس ابتدائي وبالضبط الأسبوع 19 إذن في هذا الفيديو قد ندير معكم إن شاء الله الحصة الثالثة أعضاء تناسلية لحيوان ولود les organs sexual de vivipar vivipar هما الحيوانات الولودة إذن الأهداف المراد والوصول لها هي كالتالي يحدد أعضاء الجهاز التناسلية لحيوانات ولودة شائعة يعني أننا نكون قادرين على أننا نحدد أعضاء الجهاز التناسلية لمجموعة من الحيوانات بالنسبة للذكر وبنسبة للأنثى وأتعرف كذلك أدوار الأعضاء التناسلية الرئيسية لدى حيوانات ولودة بالنسبة للحيوانات الولودة قد نتعرف الأدوار للكل من أعضاء التناسلية للذكر ومن أعضاء التناسلية للأنثى إذن أولا كما عودتكم نبدأ أولا بصورة الانطلاق وكذلك بالوضعية المرفقة في ألاحي إذن هنا في الصورة كما تلاحظون لدينا فأران أنثى وذكر إذن الفأر والفأر يستعداني للتزوج يستعداني للتزوج لكي نحصل على فأران صغيرة إذن بالنسبة للوضعية هي كالتالي أدي نقرأ لكم تبع ماي رافقت نها أمها للمختبر الذي تقوم فيه بأبحاثها وأثار انتباهها تزاوج فأران في قفص ودارت في مخيلتها تساؤلات عدة إذن هدنها رافقت أمها اللي هي أظن بأنها أستاذة جامعية أو لا تعمل في مختبر للأبحاث العلمية إذن تقوم فيه بأبحاثها وأثار انتباهها تزاوج فأران في قفص إذن أثار انتباه ديالها التزاوج ديال الفئران وبدأت تتساءل بعد ذلك كيف ولماذا مفهم إذن في نظركم وانطلاقا من الصورة وكذلك من وضعية الانطلاق ما هو السؤال التقصي الذي يمكن أن يتماشى مع الوضعية وكذلك أن يتماشى مع عنوان الحصة الذي هو أعضاء تناسلية لحيوان الولود إذن السؤال التقصي الذي سيجي لنا مع هذه الوضعية وهو كالتالي لماذا يتم التزاوج بين ذكر وأنثى الحيوانات الولودة إذن سأحاولنا نكتب لكم سؤال التقصي إذن أولا سؤال التقصي سؤال التقصي هو كما قلنا لماذا لماذا يتم التزاوج بين ذكر وأنثى الحيوانات الولودة الولودة إذن هذا هو سؤال للتقصي بالنسبة للفراضيات قلنا دائما كنقول لكم بأن الفراضيات يعني ممكن أن تحتمل الصواب وممكن أن تحتمل الخطأ يعني الفراضيات نبني الفراضيات فنتحقق منها بدراسة أنشطة أتحقق إذن الفراضيات إذن أكتب يتم التزاوج تزاوج يعني كي يتم التزاوج لكي يحدث التوالد يتم التزاوج بين الأنثى والذكر وذلك لحدوث ماذا لحدوث التوالد باش يكون هناك توالد افترض الثاني دائما أفترض أنه يتم التزاوج لتخصيب البويضات البويضات لتخصيب البويضات يعني بويضات الأنثى نفترض أنه أو يتم التزاوج لحدوث الإخصاب لحدوث الإخصاب وكذلك الحصول على فئران صغير على فئران صغير يعني بغرض ماذا بغرض التكاثر صفي ذلك يتم التزاوج ما بين الأنثى والذكر لحدوث الإخصاب يعني كذلك الحصول على فئران صغيرة نفهم إذن هذا هو سؤال تقصي لماذا يتم التزاوج بين ذكر وأنتى الحيوانات الولودة فرضيات يتم التزاوج بين الأنثى والذكر وذلك لحدوث التوالد افترض أنه يتم التزاوج لتخصيب البويضات وكذلك افتراض الثالث يتم التزاوج لحدوث الإخصاب والحصول على فئران صغير الآن سنمر لكي نتحقق منها صحة هذه الفرضيات بدراسة أنشطة أتحقق إذن هنا يعدنا أتحقق كزمعية ألاحظ رسم أعضاء توالد فئرين أنثى وذكر تم تشريحهما ثم أعبر شفاهية إذن هنا هذ الصورتين كي وضح لماذا إذن هي الوثقة رقم واحد توضح أن هناك أعضاء تناسلية أنثوية وأعضاء تناسلية ذكرية يعني هذا الرسم يوضح الأعضاء تناسلية أو أعضاء توالد فئر يعني الذكر وهنا الأنتة إذن هنا هذا الرموز هذا الرمز الأحمر واللي كي نبهت طريقة هذه هذا كي يعني الذكر وهذه كتعني الأنتة صفية سيد خبياً دابع غادي ندوز السؤال الثاني أضع كل كلمة في الخانات المناسبة على الرسمين إذن عندي هذه الكلمات هذو غادي نحاول نكمل بهم هذه الرسومة يعني غادي نكمل أعضاء تناسلية للذكر والأنتة إذن لدي مبيض رحم قناة منوية مهبل خسية قناة مبيضية وقاضي سبياً لاحظوا معي أولاً هذه المكونات هذه الأعضاء هنا هي بالنسبة للذكر عنده فقط ثلاثة ديالأعضاء أما بالنسبة للأنثى عنده أربعة ديالأعضاء إذن الفرق في كين كين في الرحم داكور بالنسبة للأنثى عندها رحم وبالنسبة للذكر ما عندهش لكي بالنسبة للرحم سيد خبياً غادي نبدو بالصورة الأولى هي اللي كتبيين الأعضاء التناسلية للأنثى سيبدو برقم واحد ماذا يوضح رقم واحد إذن أولاً رقم واحد هو المبيض داكور دا مبيض مبيض وغادي نضرب عليها من الفوق من هنا إذن مبيض هو رقم واحد ثانياً عندي قناة مبيضية التي تنتج البويضات قناة مبيضية قناة مبيضية ثم ثلاثة رحم ثم ثلاثة رحم إذن هذا هو الزيادة اللي عند الأنثى على الذكر داكور ورابعاً عندنا المهبل بكل سهولة مهبل سفي إذن واحد مبيض قناة مبيضية رحم ومهبل إذن المبيض ربنا لها رحم قناة مبيضية قناة منوية خسية وقاضي نبدأ برقم واحد عددتنا سليل الذكر ورقم واحد هي خسية خسية ثانياً عندي قناة منوية إذن بالنسبة للكيفالون ديال هات قناة منوية هي قناة مبيضية للكيفالون ديال خسية هي مبيض صفي وبالنسبة للكيفالون ديال المهبل هو القضيب قضيب صفي إذن وكنكن عمرت الهد المكونات أو أعضاء تناسلي للذكر وأنتى الفأر دبا غد ندير العنوان ديال كل رسم دكور هنا شنو غد ندير هنا أعضاء أو أعضاء الجهاز التناسلي للأنتى أنتى يعني الفأر صفي وهنا أعضاء الجهاز التناسلي للذكر يعني الفأر صفي يعني الذكر ودبا غد نكون سلين السؤال الثاني الآن غد ندير العنوان ديال كالسان تخوا كالسان تخوا هو كالتالي علماً أن استئصال المبيضين أو الخسيتين يؤدي إلى عقم الفأري أو الفأر إذن هذه واضحة بأنه لزولنا للأنتى المبيض وزولنا للذكر الخسية ما غادش يكون عندنا توالد وغاد يتم التزاوج ما غاد يكونش توالد لماذا؟ لأنه هذا المبيض والخسية لهما دور كبير في حدوث التوالد إذن استئصال العضوين يؤدي إلى عقم الفأر يعني ما كتولدش دكب إذن لكالسان هو هذا أحدد دور كل من المبيض والخسية في حدوث التوالد إذن إذا ما هو الدور ديال المبيض وإذا ما هو الدور ديال الخسية إذن الدور ديال المبيض هو ماذا؟ هو إنتاجه إذن كيتم إنتاج البويضات على مستوى المبيض البويضات 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 يتم إنتاجها على مستوى المبيض وبالنسبة للخسية يتم إنتاج إنتاج الحيوانات المنوية إنتاج الحيوانات المنوية إذن الدور ديال المبيض إنتاج البويضات والدور ديال الخسية هو إنتاج الحيوانات المنوية لابد أن نقرأ جميعا الملخص للملخص على شكل تالي يتكون الجهاز التناسلي للفأرة من مبيض ورحم وقناتين مبيضيتين ومهبل إذن هدو هما المكونات أو أعضاء الجهاز التناسلي بالنسبة للأنثاء أي الفأرة كتكون من مابيضين من رحم وقناتين مابيضيتين ومهبل أما الجهاز التناسلي للذكر فيتكون من خصيتين وقناتين منويتين وقاضي ينتج المابيض البويضات أما الخصية فتنتج الحيوانات المنوية نسبة الذكر الجهاز التناسلي ديالي كتكون من أعضاء تالية خصيتين قناتين منويتين وقاضيب بالنسبة للبويضات تنتج من طرفي المبيض أما الحيوانات المنوية تنتج من طرفي الخصيتين القاضيب والمهبل أعضاء تزاوجين أما الرحم فينمو فيه الجنين إذن قضيب والمهبال بهم كيتم التزاوج أما بالنسبة للرحيم اللي عند الونتا تما في كينمو الجنين لأن التوالد أو التزاوج كي كون داخلي أكسا الدجاجة الدجاجة كي كون بارع لش لأن البيضاء كتفقص بارع أما بالنسبة للحيوانات الوالودة كين الرحيم في كينمو الجنين يوم التزاو Straight يوم التزاواج داني من كون تج disfr نعم من الملحظة الوزنة يلقف نعم 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 للمحظة لنبدأ الظرو نعم نعم للمحظة نعم للمحظة اللحظة لنبدأ لنبدأ أول نظرة هو أنني سأعرف فينا هو الذكر و فينا هي الأنتة ما سأعرفون؟ سأعرفون أن هنا هي الأنتة عند الدرع وبنسبة للذكر عنده القذيب هذا هو الكيفالون وعندنا الرموز يعني الرموز عادة هذه الأنتة و هذه الذكر سأبدأ أول شيء سأبدأ بها هي الذكر نبدأ بالذكر لأنه فيه غير ثلاثة أولا قذيب واحد كتبها هنا ثانيا هي الخصية وهي تستيكل تستيكل وأخيرا هنا قناة منوية وهي سبرميدوكت 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 تستيكل هذا هو الأعضاء التناسلية الأنتة نبدأ أولا برقم واحد وهو المهبل المهبل وهو فاجة 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 كمسا لدينا دو والوتوري وهو الراحم فين كين مو الجنين وهنا ثلاثة هو المبيض صفي؟ المبيض وهو لوفير ورابعا بطبيعة الحال الفيديو كتلي هي قناة مبيضية قناة مبيضية صفي؟ تبغدين دوزول لدوزيام كاستون أذكر دور كل من العنصرين اثنان عند الذكر وثلاثة عند الأنتة الدور ديال عنصر اثنان هو هذا والعنصر ثلاثة هو هذا بالنسبة للذكر عنصر اثنان هي الخصية وبالنسبة للأنثة العنصر ثلاثة هي الوفير وهو المبيض هذا ما عارفينهم بالنسبة للخصيتين الخصيتين انتاج الحيوانات المنوية والمبيض انتاج البويضات انتاج البويضات وهذا سوف نكمل فيديو ديال اليوم كنتمنى انكم تكونوا استفدتم معايا في قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري اللي باقي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس ويبارتاجي الفيديوهات ديال القناة اكتر ما يمكن باش توصل القناة للعدد كبير من المتتبعين والمتتبعات والتلاميذ والتلميذات المغاربة كان معكم الأستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته